بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلبت طالبات الصف الأول السنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادتكم مادة محاصيل الحقل طلبت برنامج فني إنتاج المحاصيل بالمدارس المطبق بها المناهج المبنية على منظومة الجدارات في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا مع بعض عن الوحدة الأولى اللي هي وحدة تسميد الأرض وتزهمت تفاني ان الوحدة الأولى وحدة تسميد الأرض تحتوي على مخرجين من مخرجات التعلم وتكلمنا عن المخرج التعلم الأول اللي هو تسميد الأرض بالأسمدة العضوية اللي هي يسمد الطالب الأرض بالأسمدة العضوية وعرفنا ايه هي معايير الأداء اللي انت المفروض تتقيم عليها ويتم تقييمك عليها من خلال أداء المهارة الخاصة بهذا المخرج أما المخرج التاني فهو مخرج التعلم يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية ولكن احنا قبل ما نبدأ في شرح المخرج بتاعنا النهاردة احنا هناخد لفتة سريعة كده وتعريف سريع باهم الوحدات اللي انت هتدرسها خلال الفصل الدراسي الاول في برنامج فني انتاج المحاصيل الوفقا لمنظومة الجدرات تعالوا نشوف مع بعض الوحدات بتاعتنا وحدات الصف الاول في الفصل الدراسي الاول اللي انت هتدرسها هنشوفها مع بعض رقم واحد واحد التسميد الارض قبل الزراعة واحنا شرحنا منها مخرج الوحدة التانية وحدة اعداد الارض للزراعة هتدرسها وفيها مخرجين وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الاعلاف الخضرة ديت فيها تلات مخرجات تعلم وهتدرس في الفصل الاول مخرج تعلم منها اللي هو زراعة البرسيم المصري والمخرجين التانين في الفصل الدراسي التاني فاذا الوحدة ديت اسمها وحدة ممتدة وحدة ايه ممتدة الوحدة الرابعة معنا وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الحبوب فيها برضو ثلاث مخرجات هتدرس فيها مخرجين في الفصل الدراسي الأول ومخرجين في الفصل الدراسي الثاني فإذن الوحدة التانية وحدة إيه ممتدة إذن هنا إحنا عندنا وحدتين وحدة إعداد الأرض وتسميد الأرض ديت وحدات هتنتهي بانتهاء الفصل الدراسي الأول كل وحدة فيهم تحتوي على مخرج تعلم واحد أما الوحدتين التانيين تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الأعلاف والتضيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الحبوب كل واحدة فيها 3 مخرجات تعلم هتدرس مخرج واحد في الفصل الدراسي من كل واحدة في الفصل الدراسي الاول والبقائين هتدرسهم في الفصل الدراسي التاني اذا الوحدات دي اسمها وحدات ممتدة ولازم انت لابد انك انت تعرف اسماء الوحدات ويعني ايه وحدة ممتدة ويعني ايه وحدة ايه مكملة ويعني ايه وحدة ايه اساسية هنصارد مع بعض في الوحدة الاولى وحدة تسميد الأرض قبل الزراعة زي ما احنا اتفقنا تحتوي الوحدة الأولى على مخرجين من مخرجات التعلم وهم مخرج تعلم واحد يسمد الأرض بالأسميدة العضوية وشرحناها الحلقة اللي فاتت المخرج التعلم رقم اتنين يسمد الأرض بالأسميدة الكيموية انك انت تستخدم الأسميدة الكيموية في تسميد الأرض مخرج التعلم رقم اتنين ليه هو يسمد الأرض بالأسميدة الكيموية طبعا في المخرج اللي فات اتعرفنا ان يضيف الاسمدة العضوية للارض او يسمد الارض بالاسمدة العضوية يعني ايه السماد العضوي هنعيده لحضرتك تاني التعريف بتاعه هو سماد طبيعي ناتجة عن تحلل المخلفات النباتية او الحيوانية يحتوي على انصر واحد او اكثر من العناصر ايه الغذائية ويتم وضفته للارض ايه قبل الزراعة واثناء اعداد الارض ايه للزراعة لكن المخرج اللي احنا نتكلم فيه النهاردة اللي هو يسمد الارض بالاسمدة الكيموية يعني هتضيف سماد معدني او هتضيف ايه الاسمدة اللي كلنا ايه عارفينها الهدف من تدريس هذه الوحدة هو اكساب الطالب المهارات والمعارف والسلوكوليات الخاصة بتسميد المحاصيل قبل الزراعة واضافة الاسمدة العضوية يدويا وتحديد كمياتها وطرق اضافتها متبعا في ذلك معايير السلامة والصحة المهنية خلال تطبيق ممارسات التسميد بالاسمدة العضوية ايه والكيموية ده الهدف الاساسي من تدريس الوحدة بتاعتنا معايير الاداء لمخرج التعلم رقم اتنين يسمد الارض بالاسمدة الكيموية فيه كم معايير اداء اللي فات يسمد الارض بالاسمدة العضوية كان فيه خمس معايير ده هتشوف فيه مع بعض هنصارد كم ايه معايير مع بعض رقم واحد يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض كيماويا قبل زراعتها يحدد أنواع الأسمدة اللازمة حسب نوع المحصول يحسب كميات الأسمدة المختلفة وفقا لنوع الأرض والمحصول يضيف أسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات خمسة يضيف أسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوب في الوقت المناسب ستة يستخدم ألات التسميت حسب نوع السمات بطريقة سليمة وآمنة يبقى إحنا عندنا في الوحدة دية ست معايير أداء حضرتك هتتقيم عليهم كما ذكر من قبل فإن اتباع معايير الصحة والسلامة المهنية يعتبر من الأمور شديدة الأهمية في تداول الأسمدة إلا أنه يزداد أهمية عند التداول الأسمدة الكيميائية وعليه يجب التأكد على تطبيق معايير تلك المعايير عند تسميد الأرض كيمويا يعني أتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند إجراء عملية التسميد أو استخدام الأسمدة الكيموية وزي ما نوهنا في الحلقة اللي فاتت في معايير تطبيق السلامة والصحة المهنية إن أنا بلبس الملابس الواقية ممنوع الأكل والشرب وفي حاجات أنا بأتباحها علشان خاطر أحافظ على صحتي وأحافظ على صحتي اللي حواليه وأحافظ على نفسي من الحوادث اتباع معايير السلامة والصحة المهنية زي حضراتكم ما شايفين ارتداء الملابس الواقية اللي هي المناسبة للعملية سواء كانت ملابس هلبس أفرول أو كفازات أو حاجة وكزلك أو هلبس حاجة واقية للرأس بتاعتي من الصدمات أو من أشعة الشمس وكزلك ممنوع الأكل والشرب عند استخدام الأسمدة أو أضافة الأسمدة للأرض خصوصا الأسمدة الكيموية لأنها ممكن تحصل لعملية تلوث أو ممكن يحصل لك عملية تسامم عند استخدام هذه الأسمدة طيب تعريف السماد يلا مع بعض بقى نعرف السماد احنا عرفنا السماد العضوي في البداية كده في المقدمة ولكن احنا عايزين دلوقتي نعرف ايه هو السماد بتاعنا اللي احنا نتعامل معها الأسمدة الكيموية والأسمدة المعدنية تعريف السماد هو أي مادة تحتوي على عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية الضرورية للنباتات وفي حالة احتواء السماد على العناصر أو العناصر في صورة غير عضوية معدنية يطلق عليه سمادا كيمويا يبقى السماد هو أي مادة تحتوي على عنصر أو أكثر يعني ممكن يكون فيها عنصر واحد زي عنصر ايه النيتروجين أو عنصر الفصفور أو مجموعة عناصر مع بعضيها زي الانبكي اللي هما التلات ايه عناصر أو مجموعة الفريميكس اللي هي بتحتوي على مجموعة العناصر الكبرى ومعها عناصر ايه صغرى دي تحتوي على أكثر ايه من عنصر يبقى تعريف السماد هو عبارة عن أي مادة تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من عنصر وفي حالة احتواء السماد على العناصر أو العناصر في صورة غير عضوية يسمى سماد معدني أو يطلق عليه سماد ايه الكيموي زي بالبلد كده احنا بنقول هنضيف الكيموي للمحصول النهاردة رشيد كيموي بادرت كيموي ده الاسم الدارج مع المزارعين أو مع الفلاحين ولكن السماد الأساسي يرجع للتسماء للسماد العضو اللي هو بيتضف الأول ايه خالص تعالوا نشوف مع بعض دي طريقة خلط بعض أنواع الأسمدة لإستخدامها قبل عملية الزراعة وهبدونها في الأرض قبل عملية ايه الزراعة دي أسمدة معدنية على سبيل المثال دي زي السلفات النشادر وهيتحط عليها سوبر فوسفات كالسيام وكابريت زراعي ويتم تقليبهم بصورة متجنسة اللي بيتحط ده ده تاني نوع ده السوبر فوسفات الكالسيام ده سوبر فوسفات كالسيام فو 2005 محبب بيتم إضافته ايه للأرض قبل عملية الزراعة والفو 2005 المحبب في منه المحبب والناعم ويتم تقليبهم ايه مع بعض بس بعد ما بنحط دية كابريت زراعي علشان خاطر أعدل حمودة الأرض أو أعدل بيتش الأرض بضيف الكابريت ايه الزراعي زي حضراتكم ما شايفين معايا في الفيديو كده بنضيف سماد الكابريت على المجموعة ايه كلها طبعا بحط كذا طبعا من الأنواع ايه المختلفة العادل اللي انا هيتم ايه اضافتها ويتم ايه خلطها علشان خاطر تكون التوزيع بتاعها لما أعد أن أضيفها للأرض سواء أبدورها نصرا يدويا أو بسخدام الألات يكون نصر ايه متجانس ما يكونش عنصر التركز في مكان ومش موجود في المكان ايه التاني هيتم يبدأ يضم يضيف بعض العناصر الصغرى اللي هي العناصر الصغرى العناصر الصغرى دي بيحتاجها النبات بكميات قليلة ولكنها ضرورية جدا لإيه للنبات لإتمال فترة حياته دي كميات السماد كلها احنا بنبدأ نعمل لها عملية أضافة مع بعضها ونبدأ نخلطها مع بعضها باستخدام أو نقلبها مع بعض باستخدام ايه الكريك علشان خاطر يتم ايه اضافتها للأرض سواء كان نسرا او تجبيش او صرا حسب نوع او الطريقة اللي هي تم التسمية ايه بيها ديها هيضيف شكارة كابريت تاني علشان خاطر الكومة عندي تكون كومة متجانسة كده احنا وزعنا كل انواع الاسمدة في الكومة ايه بتاعتنا وهيبدأ بعد كده في عملية التقليب بتاعها باستخدام اوكوريك او استخدام قالت تقليب السماد اللي هي ايه الخاصة بيها علشان خاطر يتبقى عملية التقليب بتاعتها عملية ايه متجانسة طبعا الاسمدة المعدنية اسمدة مهمة جدا جدا للمحاصيل خصوصا في الاراضي اللي هي فقيرة في العناصر الغزائية زي الاراضي الرملية والاراضي ايه الجرية وكل نوع من انواع الاراضي انا ببدأ استخدم له نوع من انواع الاسمدة وانواع اسمدة ايه معينة علشان خاطر ايه اقدر احصل على انتاج زراعي متميز او محصول ايه متميز كده هنبدأ نقلب الكومة بتاعتنا اللي هو هتحط فيها سلفات نشادر هتحط فيها كابريت زراعي سوبر فوسفات كالسيوم بعض العناصر ايه الصورة تبدأ يتم تقليبها بالصورة دي التقليب متجانس طبعا احنا حطناهم في صورة معينة في صورة طبقات عشان لما قلب يبقى التقليب ايه واضح ومتجانس ايه لجميع العناصر اللي هي تم اضافتها ايه في السمال يبقى احنا كده مع بعض شفنا اهم الاسمدة الكيموية اللي هي بتضاف للارض قبل ايه الزراعة وشفنا ازاي ان انا بقى اعمل عملية تقليب علشان خاطر اضيف ايه الارض دي السمال ده النقطة اللي بعد كده تنقسم العناصر الغذائية الى العناصر الغذائية بتاعتها هقسمها الايه نفكر مع بعض سؤال العنصر الغذائي بتاعي احنا لو اريد في الكتاب او اريد في اي مرجع انه ممكن الاقي عناصر غذائية كبرى وعناصر غذائية ايه صغرى طيب العناصر الغذائية الكبرى ايه هي والعناصر الغذائية الصغرى ايه هي هنشوف مع بعض هنقسمهم مع بعض حسب ايه التقسيم ايه اللي هم اعترفوا به تنقسم العناصر الغذائية الى رقم واحد عناصر غزائية قبرى مثل الكربون والهيدورجين والأكسوجين ومصدرهم الماء والهواء وعناصر الفصفور والموتاسيوم والأزوت والكابريت والماغنيسيوم والكالسيوم ومصدرهم الطربة وهذه العناصر ضرورية ويحتاجها النبات بكميات كبيرة يعني العناصر الكبرى هنا النبات بيحتاجها بكمية كبيرة علشان لما يقول لك العناصر كبرى وعناصر صغرى مش معنى انها صغرى وما يحتاجها حاجة قليلة او ممكن ما استخدمهاش لا لابد ان انا استخدمها بس استخدمها النبات بيحتاجها بكميات صغيرة ولكن ضرورية ايه جدا يبقى زي ما احنا عرفنا العناصر الغذائية الكبرى ايه هي اللي هي الكربون والايدروجين والاكسوجين ومصدرهم المية والهوى الفصفور والبوتاسيوم والازوت اللي هو النيتروجين والكابريت والمغنيسيوم والكالسيوم ومصدرهم ايه الطربة وهذه العناصر ضرورية ويحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة طيب ايه تاني معايا تاني حاجة عناصر صغرى زي ما اتفقنا كان في عناصر كبرى عندي عناصر صغرى العناصر الكبرى اقولنا النبات بيحتاجها بكميات ايه كبيرة ولكن العناصر الصغرى هنا ايه هي لكن العناصر الصغرى او النادرة فيحتاجها النبات بكميات قليلة نسبيا ولكنها ضرورية ضرورية ايضا للمساعدة في نشاط العمليات الحيوية داخل النبات وللمساعدة على زيادة امتصاص النبات العناصر الرئاسية ومن هذه العناصر الحديد والمنجنيز والزينك والنحاس والبورن والمولبوديم والكلور العناصر الغذائية الصغرى دية بتدخل في جميع العمليات الحيوية خصوص العمليات التلقيح والاخصاب والعقد والاسمار ونسبة السكر وحاجات ايه كتيرة فبالتالي لو انا ما استخدمتهاش هيحصل عندي فقد جامد في المحصول وهتحصل عندي اخصار كبيرة ايه في المحصول يبقى احنا اتفعنا كده ان العناصر الكبرى ايه هي عناصر بيحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة طيب العناصر الصغرى هي عناصر يحتاجها المحصول او النبات بكميات صغيرة ايه نسبيا العناصر الكبرى اهم ثلاث عناصر فيهم اللي انت هتتعامل معهم الان بي كي اللي هي الكالسيوم والبوتاسيوم والفصفور والكالسيوم ايه والنيتروجين اما العناصر الصغرى زي النحاس والزينك والمنجنيز والبورن والبولوديوم كل ديت ايه عناصر ايه صغرى ممكن حضراتكم نشوف مع بعض ديت نمازج للأسمدة انت هتشوفها ايه في المدرسة هنشوفها مع بعض الأسمدة ديت ماشي هنشوف ديت أسمدة ديت يوريا 46 اللي معنا في الكيس ده يوريا 46 كنموذج لازم انتعرفه وتشوفه وتتعرف ايه عليه لانك هتتعامل معه ايه كبير ده يوريا 46 يعني يوريا 46 يعني يحتوي على عنصر نيتروجين فقط ولكن بنسبة 46 ايه في المية ده يوريا 46 شايفين شكله زي حضراتكم ما شايفين معنا ايه في الكاميرا ده شكل ايه السمات بتاعنا اللي هو يوريا 46 بيبقى الشكل بتاعه هو سمات محبب ابيض معامل ضد ايه التحجر تقدر ايه تستخدمه في كل ايه المحاصيل معادة المحاصيل البقولية ما بتستخدمهش بكميات ايه كبيرة ليه لان المحاصيل البقولية عندها عقد جزيرية بتقوم بتثبيت نيتروجين الجوي في صورة ازوت في الطربة فبالتالي هي بتضيف ازوت للطربة فانت بتستخدم الاسملة النيتروجينية معاها بحذر او بكميات ايه قليلة جدا العنصر اللي معنا التاني او نوع السماد التاني اللي هو صوبر فوسفات الكالسيام اللي هو ايه بس مش محبب معانا هنا النموذج اللي معانا الناعم المحبب احنا شفناه في الفيديو وشفنا الطريقة بتاعة الاضافة ايه بتاعته والخلط ايه بتاعه ديات الصورة معانا بتوضح لنا شكل صوبر فوسفات ايه الكالسيام ايه هو صوبر فوسفات الكالسيام اللي بفوه اتنين الف خمسة اللي هو احادي الكالسيام ده الاحادي ده احادي صوبر فوسفات الكالسيام الاحادي في صورة ايه نعمة ايه الفرق بينه وبين المحبب الفرق بينه وبين المحبب ان ده بيكون سريع الامتصاص والنابات بيستفيد منه ايه بسرعة ولكن المحبب بيقعد في الارض فترة طويلة لحد ايه ما يتحول لصور ايه التانية بتاعته يعني يوصل ممكن يكون عندك ايه فيه صوبر فوسفات السلاسي بيتحول من سلاسي لسنائي لأحادي لأحادي اللي بيستفيد بايه النبات الناعم ده احادي احادي يعني ايه يعني بيستفيد منه النبات من ساعة اضافته ايه على طول مع عمليات الخدمة ايه في الزراع بقى زي ما حضراتكم شفنا مع بعض دول نوعين من انواع الاسمدة المعدنية ديوريا 46% وده صوبر فوسفات الكالسيام اللي هو 15% فوت 2005 بقى زي ما احنا شفنا وقسمنا العناصر بتاعتنا عناصر كبرى وعناصر ايه صغرى وعرفنا ان العناصر الكبرى هي العناصر اللي بيحتاجها النبات بكميات ايه كبيرة العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات ايه صغرية نسبيا ولابد ايه من استخدامها لانها بتلعب دولور اساسي في العمليات الحيوية الخاصة ايه بالنبات كلها طيب النقطة اللي بعد كده فوائد العناصر الغذائية الاساسية للنبات فوائد العناصر الغذائية الاساسية للنبات إيه الفوائد بتاعتها؟ تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد النيتروجين اللي هو الازوت يشجع النمو الخضري وبالتالي زيادة المحصول وجودته يشجع النمو الخضري وبالتالي وزيادة المحصول وجودته يعني أنا لو عندي المحصول بتاعي ظهرت عليه أعراض نقص عنص النيتروجين طب أنا هعرفها إزاي الدين نباتة عندي بيبقى لونه أصفر النبات بتاعي بيبقى لونه أصفر بنقول أصفر شاهب النبات الأصفر شاهب والعدان بتاعته رفيعة وهذه كده مش بيان معاند بسرعة يبقى كده دي أعراض نقص إيه النيترجين فأنا بضف له النيترجين بيتحول إيه للون بتاعه بسرعة وبيبدأ إيه النشاط بتاعه يبقى عالي ويديني محصول إيه عالي طيب تاني نقطة الفوسفور الفوسفور اللي احنا شفنا إيه في صورة سوبر فوسفاتي الكالسيوم في العرضين اللي احنا شفناه في النماذج بتاعتنا يعمل على زيادة نمو الجزور والسيقان والأوراق وزيادة درجة مقومة النباتات للأمراض والرقاد ويساعد على تكوين الأزهار طيب ما تيجي نفكر شوية ونربط عنصر الفوسفور ده بينه احنا شخصيا كبشر لو أنا عندي لو انت لك أخو صغير بتبصت لإيه يقول لك الرضاعة الطبيعية ويدل لابن كتير يدلوا فوسفور علشان خطر إيه الفوسفور ليه الفوسفور بيقوي إيه العزم علشان ما يبقاش فيه عنده هشاشة إيه عزم علشان البنيان الجسمية بتاعه يطلع إيه قوي فبالتالي الفوسفور في النبات بيقوي الجزر وبيقوي إيه السقان فبالتالي بيقوم عند عملية إيه الرقاد خصوصا في محصول إيه الأمح محصول الأمح ممكن بعد ما تبدأ سنابل يطرد السنابل وتبدأ الحبات بتاعته في العاد والسيمبولة تبدأ تتمليه تيجي شوية هوا ضعاف كده بعد عملية الرايت لايه المحصول كله بتاعك إيه رقاد رقاد ليه لأن الساق بتاعته إيه ساق إيه ضعيفة ولكن أنت لو اهتميت بالتسميت بتاعك وأضفت السوبر فوسفات بالكمية المناسبة لفادت بتاعك إذن هنا النبات بتاعك إيه مش هيرقد ومش هحصل له عملية إيه رقاد طبعا عملية رقاد بتحصل في المحاصيل كتيرة خصوصا محصول الأمح محصول الشعير القصب والقصب إذا رقاد برضو المشكلة بتاعته بتبقى كبيرة بحيث أن نسبة السكر بتاعته إيه بتقل وبيحصل لك فقط في عملية الاستقطاع كماوي إيه بتاعه ثالث عنصر معنا البوتاسيوم ضروري لنقل السكريات وتغزينها يعني أول ما نقول بوتاسيوم نقول سكر أي محصول بيحتوي على نسبة سكر أهتمله جدا بالبوتاسيوم خصوصا المحاصيل الضرانية يعني أنا عند البطاطا والبطاطس أديها بوتاسيوم البصل والتم أدي له بوتاسيوم أدي له بوتاسيوم ليه؟ أن البوتاسيوم بيساعده أنه يكون جزء الاقتصادي بتاعه تحت سطح التربة بحجم كويس ولما أعد خزينه أو لفترة طويلة يستحمل التغزين معي فترة إيه طويلة البوتاسيوم ضروري لنقل السكريات وتغزينها وضروري للنمو القوي ولمقاومة الرقاد والأمراض وهذا العنصر أساسي للمحاصيل الضرانية والجزرية مثل البطاطس وبنجر السكر والبطاطا وبنجر العلف والأولئاس يبقى المحاصيل اللي أنت سمحتها في الآخر دي لعنصر إيه البوتاسيوم خصوصا أي محصول يكون جزء الاقتصادي بتاعه الضرانة بتاعته سواء كان الضرانة أو جزء تحت سطح التربة ادي له بتاسيوم ما تقدرش تحوش عنه إيه البوتاسيوم لأنك إنت لو حوشت عنه البوتاسيوم هيديك محصول إيه ضعيف أو الانتاجية بتاعتك هتبقى إيه ضعيفة وهتكون متأثرة إيه جدا خصوصا في المحاصيل إيه السكرية أنواع الأسمدة الكيموية اللي هي المعدنية اللي هي الـ N-B-K أنواع الأسمدة الكيموية اللي هي المعدنية N-B-K نيتروجين وفصفور وبوتاسيوم نيتروجين وفصفور وبوتاسيوم تعالوا نشوفهم إيه مع بعض رقم واحد الأسمدة النيتروجينية وهي الأسمدة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأزوت متحدا مع بعض المركبات الكيموية مثل نطرات الجير 15.5% أزوت وكابريتات النشادر 20.5% نطرات أمونيوم وعندي اللي هو اليوريا 46.33% أزوت وعندي نطرات نشادر 33.5% أزوت نطرات الأمونيوم 33.5% أزوت وليوريا 46.5% أزوت شفنا شكلها معنا في العرض اللي احنا عملنا للنموذج بتاعنا الأسمدة الأسمدة الفوسفاتية اللي هو صوبر فوسفاتيكالسيوم فوتين ألف خمسة هي الأسمدة التي تحتوي على عنصر الفصفور متحدا مع مركبات كيموية مثل صوبر فوسفاتيكالسيوم اللي احنا شفناها النعم وشفنا في الفيديو صوبر فوسفاتيكالسيوم المحبب يبقى احنا كده في صوبر فوسفاتيكالسيوم الأحادي اللي هو فوتين ألف خمسة بيكون 15.5% فو 2.005 او صوبر فوسفاتي الكالسيوم المركز 47% يبقى الصوبر فوسفاتي الكالسيوم اللي هي الاسمدة ايه الفوسفاتية بقوله فو 2.005 15.5% اللي هي النموذج الشائع هتلاقيه في المزرعة في المدرسة في الحقلة عندك في الغيط في اي مكان اي محل اسمدة ومبيدات هتلاقيه في ايه الفو 2.005 كعنصر ايه منتشر وكل الفلاحين ايه بيستخدم رقم 3 الاسمدة البوتاسية الاسمدة البوتاسية لان هنا العنصر الاساسي في ايه بوتاسيوم اهمها كابريتات البوتاسيوم 46% بو 2.000 بو 2.000 يعني زي صوبر فوسفاتي كالسيوم كان فو 2.005 ده بو 2.000 اللي هو كابريتات البوتاسيوم طبعا واتفان ان البوتاسيوم عنصر مهم جدا لأيه لعملية ادخال السكر للمحاصيل الضرانية والمحاصيل ايه السكرية طيب النقطة اللي بعد كده الاسمدة المركبة ايه هي الاسمدة المركبة قد تحتوي على النيتروجين والفصفور لفوسفات النشادر 18% ازد و 46% بو 2.0005 او في صفات احادي النشادر 11% ازد و 48% بو 2.0005 وهي اسمدة جافة وهي اسمدة ايه جافة واسمدة النيتروفسكا التي تحتوي على العناصر السمادية السلاسية اللي هي الان بي كي علشان تجيب شكارة اسمدة اللي هي السلاسي دي بتقوله انا عايز شكارة ان بي كي بتديله العناصر بتاعتها بتقوله 19ات او 20ات او 15ات بمعنى نيتروجين فوسفور بتالسيوم بنسبة 15 الى 15 15 او 20 20 20 او 19 او تلاقي ممكن ميزة في عنصر اللي هو ايه النيتروجين 20% و 19 19 ايه بقيت العناصر ديها اللي هي اسمدة المركبة اللي هي الايه الان بي كي دايما الان بي كي بتكون شائعة الاستخدام في الاراضي حديثة الاستصلاح والاراضي الرمالية والاراضي ايه الجيرية خصوصا مع استخدام انظمة الرأي الحديثة اللي هي نظام الرأي بالرش والرأي بالطنيين دايما السماد الرئيسي عنده اللي ان بي كي شيء اساسي في برنامج التسميد ايه بتاعه اسمدة العناصر الصغرى ايه هي قد تحتوع النيتروجين والفوسفور لفوسفات النشادر اسمدة العناصر الصغرى في صورة معدنية عادية مثل كبريتات النحاس من 25 الى 34% نحاس كبريتات الحديدوز 20% حديد كبريتات الزينك 23 الى 35% زينك كبريتات المنجنيز من 30 الى 33% منجنيز يبقى الاسمدة الاسمدة للعناصر الصغرى اول صورة في صورة ايه معدنية يعني ايه في صورة معدنية يعني في صورة بودر هقدر ايه اضيفها لاما مرتبطة مع عنصر اخر اضيفها لاما شبكة رايب التسميد او اضيفها باي صورة ايه تانية يعني بصورة جفة زي اللي احنا شفناها ايه من شوية يبقى كبريتات النحاس كبريتات الحديدوز كبريتات ايه الزينك وكبريتات ايه المنجنيز رقم به في صورة مخلابية يعني ايه مخلابية يعني مرتبطة بشيء يعني مرتبطة ايه بشيء بصورة تجعلها ميسرة داخل النبات او داخل في عملية التبادل ما بين الجزر ايه والنبات اللي في صورة مخلابية مثل الحديد المخلابي من 16 الى 11% المنجنيز المخلابي 15% مانجانيز الزنك المخلابي 15% زنك النحاس المخلابي 15% نحاس وهذه الأسمدة أكثر فعالية من حيث دخولها إلى النابات وامتصاصها عند رشاها على أسطح النبات الأخضر هنقف وقفة عند الأسمدة المخلابية يعني إيه السماد مخلابي أنا عند الأسمدة المعدنية لأن بك العناصر الكبرى عناصر سقيلة في حركتها داخل النبات ولكن الأسمدة الصغرى عناصر خفيفة بتتحرك بسرعة داخل النبات أنا لو ضفتها ممكن تتفاعل مع العناصر الكبرى وتكون الحركة بتاعتها تقيلة جدا أو النبات ما يستفدش إيه بها فبالتالي أنا بضيفها في صورة مخلابية أو في صورة بنقول عليها صورة إيديتا أو إيتها إيديتا أو إيتها بتكون حرة النبات يستطيع أن يمتصها إيه بسهولة وهي حرة الحركة ما ترتبطش مع أي عنصر تاني داخل النبات فبالتالي النبات يقدر يستفد إيه بها اللي هي في صورة إيه المخلابية دايما لو أنا ضفت عنصرين من العناصر الصغرى مع بعضهم كعناصر عادية ممكن النبات ما يستفدش بيهم ويحصل عندي تأثير سلب إيه تاني فيقولك المهندس أو المرشد الزراعي أو صاحب المحل الأسمدة يقولك يستخدمها في صورة إيه مخلابية يعني في صورة مخلابية يعني لو تخلطت مع بعض كل عنصر شغال لوحده ما يقدرش يتفاعل مع العنصر إيه التاني فبالتالي النبات يقدر يستفد به بصورة إيه جيدة ويديك أعلى إنتاجية وأعلى إيه محصول موعيد إضافة الأسمدة أي حاجة لها معت إحنا اتفقنا في تسميد الأسمدة العضوية إن أنا بضيف الأسمدة العضوية قبل إعداد الأرض إيه للزراع أو أثناء إعداد الأرض إيه للزراع يعني قبل ما أحرت بضيف السماد إيه للعضو أو أحرت الحرتة الأولى أفك الأرض بتاعتي وأضف لها سماد إيه العضو بتاعي سواء كان سماد بلدي أو زرق دواجن أو سبلة كاتكوت أو كان سماد عضو صناعي اللي هو إيه أكومبوس وبعد كده أجرى عمليات الخدمة بتاعتي بحيث إن يتم تقليب وتقليب جيد مع التربة عشان خطر النبات يقدر يستفد إيه به لكن تعالوا نشوف بقى موعيد إضافة إيه للأسمدة العضوية رقم واحد تضاف قبل الزراعة وعند تجهيز الأرض للزراعة حتى يمكن خلطها إيه بالتربة زي ما اتفقنا في الأسمدة إيه العضوية وده فيديو هيوضح لنا طريقة إضافة الأسمدة إيه العضوية للتربة زي ما حضرتكم دي أرض جديدة أرض رملية لو أنا هضيف الأسمدة أنا بضيف كده يدوي بعملها في صورة خطوط أو صطور كده بحيث إن الخط أو السطر ده هيتم إجراء الخط عنده أو التخطيط بجنبه أو عمل الأخدوط جنبه اللي أنا هزرع إيه فيه والتربة اللي هيطلع هيتقلب معاه وهيبقى في ظهر إيه الخط النباتي يستفد إيه به وده الطريقة اللي أنا بضيف بها إيه السماد بتاعي أنا كده بضيفه إيه بضيفه في صورة إيه سماد عضوي للأرض قبل الزراعة طيب أنا ممكن أضيفه بطريقة تانية آه لو أنا عندي المساحة كبيرة وأنا ما عنديش عمالة كافية أضيف السماد بتاعي في صورة إيه عن طريق استخدام الآلة زي حضراتكم ما أنتوا شايفين معايا في الصورة كده أضافة الأسمدة العضوية باستخدام إيه آلة نسر الأسمدة ديت آلة بتوزع السماد العضوي باملة المقطورة بتاعتها بالسماد العضوي بتاعي كان سواء كومبوس أو سماد بلدي والجرار يبدأ يحرك الإصوانة بتاعتها عن طريق عمود المرفق زي حضراتكم ما شايفينها بصورة عن طريق الجرار أو الأجهزة تنقلها للحركة عن طريق الجرار للآلة وأبدأ أضيفه للأرض أثناء عدد الأرض إيه للزراعة ركزوا معانا وشوفوا الألة ديت علشان لما تشوفها تشغالها في الغيط لو أنت رايح المزراعة أو رايح مدرستك أو رايح شغلك أو ماشى على طريق الزراعة وشفت الآلة ديت هو أن كده المزارع بيعمل معانا إيه بيضيف السماد العضوي للأرض قبل الزراعة باستخدام إيه الآلة أو تشوفوا زي ما شفناها في الخطوة الأولانية إضافة يدوية عن طريق العمال بضيفه بشكير أو بضيفه باستخدام المقاطير الصغيرة أو الكارتات إيه الصغيرة اللي هي خاصة اللي بتجرها إيه الحيوانات يبقى دي مهارة اللي هي إضافة الأسمدة إيه العضوي للأرض قبل إيه الزراعة زي حضراتكم ما شايفين نركز معيها هتلاقي إيه الآلة فيها التيرس اللي هو إيه بيعمل عملية نسر إيه للسماد طول ما الجرار ما هو إيه ماشي يبقى إحنا كده شايفين زي ما إحنا مع بعض شفنا الفيديو ده هنبدأ نخش بعد كده على حلق النقطة اللي بعد كده الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية اللي احنا تكلمنا عليها سوبر فوسفات كالسيوم وأسمدة البوتاسيوم تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعة زي ما شفناها وإحنا بنقلبها مع بعض وممكن نستخدم معاها إيه الكابريت تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعة في الأراضي سقيلة القوام ثم تخلط بالمحرات أو بالمشت لكي تكون قريبة من مجال انتشار الجزور وتضاف أيضا نسرا أو على شكل شريط في الطربة إيه الفقيرة زي ما احنا شفناها في الأراضي في بداية الفيديو إن احنا تضافناها في صورة إيه شريط أو على عمق أكبر من عمق إيه البزور أنا بنزلها على عمق كبير من عمق إيه البزور ليه لأن السماد العضوي بنقول عليه بالبلدي كده أو المصالح بتلاقيه في المزارع يقول لك السماد سخن على البزرة يعني سخن على البزرة لو السماد قريب من البزرة لما عد أعمل عملية الري بيبدأ السماد ده يتحلل وتتحلي منه العناصر الغذائية فبتنتج عنه درجة حرارة إيه عالية درجة حرارته بتاعلي فبيعلي درجة حرارة الجورة عندي بيعلي درجة حرارة البزرة فبالتالي البزرة بتحت إيه ما بتنبيتش فعشان كده أنا بأضيفه في عمق بعيد عن عمق إيه البزرة أو العمق اللي أنا هزرح في إيه البزور بتاع المحصول بتاعي لتلاشي عدم انبات البزور الأسميدة المعدنية النيتروجينية يوضع جزء أثناء الزراعة أو قبلها والجرعات الجرعاتين الأخرياتين خلال فترة نمو النبات نظرا لسهولة زوابهما وفقدها في ماء الرأي الأسميدة المعدنية النيتروجينية اللي هو اليوريا 46 اللي احنا شفناه ممكن أضيفه على دفعات هتلاقيها مصالح كبير جدا واضح جدا في كتاب عندك لما تطبق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الحبوب وانتاج محاصيل الألياف هتلاقي يقولك ايه يضاف السماد الأزوتي على دفعات الدفع الأولى بعد رأية ايه المحياة والثانية بعد الأولى ب15 يوم والثالثة بعد الثانية مثلا ب20 أو 30 يوم يبقى دي موعيد اضافة ايه السماد بتاعك انك انت بتضيفه هنا في صورة ايه دفعات او على دفعات تعالوا نشوف مع بعض الصورة دي بتوضح لنا طريقة وضع السماد طريقة وضع السماد المعدني يا ترى السماد المعدني انا هحطه للنبات بتاعي في مراحل النمو المختلفة بانهي طريقة تعالوا نشوف مع بعض طريقة وضع السماد رقم ألف نسرا في حالة المحاصيل الكثيفة أبدرو زي ما انت شايف المزارع بيضر الكماو بينصر نسرا في الزراعات الكثيفة ايه هي الزراعات الكثيفة أمح أرز برسيم شعير كتان ده بيتزرع زراعات ايه كثيفة اسمها زراعات ايه كثيفة بابدرو نسرا زي ما انتو شايفين ايه في الصورة كده طيب الصورة دي بتوضح لي الفيديو ده بيوضح لي عامل بينصر سماد البرسيم في الشغل ايه بتاعه يبقى كده عملية ايه نسرا هو زي ما انتو شايف ما بيركزش على حاج هو كل اللي عامله عامل شوط او مشوار بيشتغل به بيضيف به ايه السماد ليه لان الزرع زي حضراتكم ما انتو شايفين تحت رجليه صغير وكثيف يعني ايه كثيف يعني مش مزرع على خطوط ومزرع بكميات ايه كبيرة في وحدة المساحة كله ايه بكميات كبيرة طرق وضع السماد به صرا او تكبيشا يعني انا احطه كبشة او جنب الجورة او اصره بين الصطور صرا او تكبيشا بجوار النباتات في المحاصيل المنزرعة على خطوط لو انا زارع المحصول بتاعي على خطوط زي الزرع الشامية احط السماد جنب النبات بالتكبيش صرا او تكبيشا تعالوا نشوف كمان ايه في وضع السماد كده عملية ايه الصر زي ما انتو حضراتكم شايفين في الصورة اللي فاتت كانت وضح عملية ايه التكبيش يبقى صرا او تكبيشا بجوار النباتات في المحاصيل المنزرعة ايه على خطوط تعالوا نشوف في الفيديو كده بص معايا بيتم وضع السماد جنب ايه جنب نبات الدورة تكبيش بس باستخدام آلة بيتم كده بيوضع شايف انت بركز معايا في الفيديو وركز معايا في الصورة هتلاقي العامل كان حاطط السماد جنب كل ايه نبات يبقى ده اسمه ايه تكبيش بجوار ايه الجوار النقطة اللي بعد كده اما اذا توفرت الالات فيضع في السماد بانتظام في صورة شريط ضيق او بجوار بزورة محاصيل خمسة الى سبعة سنتي من الصفوف وعلى عمقه اكبر من عمق البزور بحوالي خمسة ايه سنتي يعني انا ممكن استخدم السطارة اللي انا زرحت بها ايه الامح ان انا حط فيها ايه السماد فيه برضو حاجة اسمها بلنتر البلنتر ده برضو في جزء ان انا حط فيه السماد وهستخدم الالة في وضع السماد ايه في الطربة او اثناء عملية العزي بس باستخدام ايه الالة اما اذا كان المطلوب هو اضافة السماد الكيماوي بعد الزراعة فيلحق جهاز اوزيع السماد بآلات العزيك اللي هي البلنتر العوامل التي يتوقف عليها استجابة المحاصيل للتسميد المحصول بتاعي هيستجيب للتسميد اللي انا هحطه ده ولا لا هيبان عليه الاثار ولا مش هتبان يعني انا عندي المحصول بتاعي تعبان قلنا ده ده نقص عنصر النيتروجين ان اللون بتاعه اصفر وعدان رفيعة وحاجات دي طب انا لما اضيف العنصر ده استجاب ولا ما استجابش طيب تعال نشوف ايه هي العوامل التي يتوقف عليها استجابة المحاصيل ايه للتسميد رقم واحد مستوى خصوبة التربة مستوى خصوبة ايه التربة يعني مستوى خصوبة التربة انا عندي الاراضي القديمة اللي هي الاراضي الطينية بتحتي مستوى الخصوبة بتاعها ايه عالي في الانواع الاراضي الجديدة الاراضي الرملية مستوى الخصوبة فيها ايه منخفض فبالتالي اذا كانت الارض فقيرة في العناصر الغذائية بتكون استجابة النبات للأسمدة او للسماد عالية خلي بالك اصلا فيها ممكن تتلغبط ايه فيها الارض الفقيرة في العناصر الغذائية استجابة النبات للسماد فيها ايه عالية يعني بتبان فيه ايه بسرعة ولكن الاراضي الخزبة ما بيبانش فيها ايه التسميد ايه بسرعة ليه لانك انت ما بتقدرش تفرق بين علامات التفوق للنبات ليه لان كده كده موجود العنصر الغزائية موجود عندك ايه في التربة يبقى مساوى خصوبة التربة ففي التربة الخشنة الرملية الفقيرة في خصوبتها الطبيعية وفي توافرها العناصر الغزائية بها تسجيب المحاصيل ايه للتسميد بدرجة اكبر منها في حالة التربة الخزبة طبيعيا مثل التربة ايه الرصوبية تربة الرصوبية اللي هي التربة الطينية بتاعتنا اللي تم تكوينها بفعل الرواسب اللي جابها ايه نهر النيل اللي هو ايه الطام يوطين فاحنا كده ملحوظة حطها بنعنيك حطها تحتها عشر خطوط الارض الفقيرة في العناصر الغزائية يستجيب النبات لعملية التسميد بصورة ايه بدرجة ايه اعلى من التربة الطبيعية او التربة التي تحتوي على العناصر ايه غزائية مثل التربة ايه الرصوبية به نوع وصنف المحصول يعني نوع وصنف المحصول انا عند المحاصيل بتاعتي حسب تقسيم العائلات النباتية محاصيل نجلية ومحاصيل بقلية المحاصيل النجلية بصفة عامة مستهلكة ومستنزفة لعناصر ايه الغزائية ولكن المحاصيل البقلية فيها تتكون على الجزور بتاعت عقاة بكترية بتقوم بتثبيت النيتروجين الجو او امتصاص النيتروجين اللي موجود في الجو وتثبيته في صورة في صورة ازوت في الطربة اللي هي عنصر النيتروجين يسفيد به ايه النبات ويسفيد به المحصول ايه اللي بعديه فبالتالي نوع وصنف المحصول هيأثره ايه معايا تعالوا نشوف ففي حالة المحاصيل البقلية تكون الاستجابة للنيترجين المضاف ضعيفة وذلك في حالة توافر الظروف الملائمة لتثبيته عن طريق البكتيريا العقادية أما المحاصيل الأخرى فإنها تستجيب للنيترجين والبوتاسيوم والفسفور إذا أضيف بصورة متوازنة يعني تعمل عملية توازن في إضافة العناصر بتحتك إنت لو لاحظت إن إحنا لما تكلمنا عن الأسمدة المركبة لأن بك قلنا أسمدة عشرينات أو خمسة شرات أو تساحتاشرات أو عشرين تساحتاشر تساحتاشر يعني النسب قريبة تقريبا متأساوية أو قريبة جدا إيه من بعضيها ولكن إذا حصل تفاوت بين النسب وبعضيها هتبص تلاقي النبات ياخد معاك اتجاه تاني خالص يعني إنت لو ديت نيترجين عالي النبات معاك هياخد اتجاه للنمو الخضري ومش هيديك نمو إيه سامري طيب لو إنت إديت فسفور وبوتاسيوم عالي هتلاقي النبات يتجاه ليه للتزهير والعقد بسرعة بس مش هيديك نمو إيه خضري كبير فبالتالي المحصول عندك هيطلع إيه ضعيف فبالتالي إنت لابد إنك تخلي عملية التوازن ما بين العناصر أو كمية الأسمدة اللي هي تضاف عملية إيه متوازنة النقطة اللي بعد كده رطوبة التربة رطوبة إيه التربة إزاي رطوبة التربة هتأثر معي في عملية إيه السماد قالك تقلل استجابة المحاصيل للتسميد خاصة بالأسمدة النيترجينية في مناطق الزراعة على الأمطار المحدودة لعدم كفاية الرطوبة وفي مثل هذه الظروف يكون التسميد الفوسفاتي أكثر فائدة يعني الأراضي اللي هي فيها أمطار التسميد النيترجيني ليها مش كويس فانا بدي له محصول التسميد إيه بتاسي وفي صفاتي إيه عالي علشان خاطر يكون له جزور قوية ويكون له محصول إيه أحسن من النمو إيه الخضر تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده الدورة الزراعية لما تعرف الدورة الزراعية أو عند تصميم دورة زراعية هيحصل إيه إنك أنت بتختار المحاصيل تاخدم بعضها بعض من فوائد الدورة الزراعية يعني تاخدم بعضها بعض يعني أنت بتختار المحاصيل سطحية الجزور بتتبادل مع المحاصيل متعمقات الجزور المحاصيل النجلية مع المحاصيل البقولية النجلية بنحط بنكوسين كده المحاصيل المجهدة مع المحاصيل الغير إيه مجهدة إذن هنا الدورة الزراعية هتأثر معي لما أنا هبدأ أبدل المحاصيل معي بعضها يرتبط ذلك بأنواع المحاصيل المتبادلة في نفس الأراضي وما يضاف إليها من أسمدة فتقل الاستجابة للتسميت بالنيتروجين بعد محصول البرسيم والبقوليات عموما لما تضيفه للطربة من النيتروجين نعيدها ثاني يرتبط ذلك بأنواع المحاصيل المتبادلة زي ما اتفقنا محصول بقولي مع محصول نجيلة أو محصول مجهد مع محصول غير مجهد تقل الاستجابة الأسمية بالنيتروجين بعد محصول البرسيم والبقوليات يعني لو أنا زرع برسيم أو بقوليات إيه هي البقوليات اللي هيعدها على صوابعك الفل البلدي الترمس الحمص والحلبة دي محاصيل بقولية بتوفي نيتروجين للطربة فبالتالي لما أجل زرع المحصول اللي بعد كده مش هستخدم له نيتروجين كبير مش هيضف له نطارتنا شادر كبير ولا هضف له يوريا ستة واربعين ايه كتير التقييم التقييم بتاعنا اللي هو هيتم في الوحدة دي هيتم عن طريق ايه طيب احنا زي ما اتفقنا الوحدة بتاعتنا دي فيها كم معيار أداء فيها ست معايير أداء طيب ست معايير أداء المعايير بتاعتك دي المطلوب لتقييمك ايه هيتم تقييمك ازاي في الاول في النظام القديم كان بيتم تقييمك عن طريق الامتحان التقليدي امتحان نصف العام وامتحان اخر ايه العام وفي الاخر بيتحكم عليك ناجح او راصب عن طريق ايه الدرجة اللي انت جبتها اذا جبت اكتر من خمسين في المية بتنجح جبت اقل من خمسين في المية لا قدر الله بتكون راصب ولكن عملية التقييمة عندك في نظام الجدرات هنا هتكون جدير او غير جدير يعني ايه جدير او غير جدير يعني تأدي المهارة وتكون تستطيع انك انت تأديها تحت اي ايه ظروفه في اي ايه وقت هتشتغلها بايدك مفيش كلام انك انت هتعملها نظري او هتتكلم عنها ايه نظري لا فيه معايير اداء ممكن تقاس بالعملية النظرية او بالمعارف عن طريق ادلة التساوي الشفاهية او التحريرية ولكن ديت في المعايير الاداء اللي ما ينفحش انك تشتغلها بايدك يعني لما اقول لك حدد كمية التقاوي عمرك ما هتحدد كمية التقاوي ايه بايدك ولكن هتعمل لها عملية ايه حسابية ولكن لما اقول لك ضيف سماد هتضيف السماد ايه بايدك فهنا التقييم هيكون عليك التقييم ايه للمهارة اللي انت ايه هتقديها تعالوا نشوف التقييم مع بعضينا يطم التقييم وفقا لمعايير الاداء اللي هي خاصة ايه بالمخرج ده اتفاقنا واحدة تسميد الارض بتكونهم كمخرج مخرجين تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مخرج تعلم واحد اللي هو يضيف الاسمدة اللي العضوية المخرج التعلم رقم اتنين خضع للايه لست معايير اداء اول معايير اداء فيه يتبع معايير السلامة وصحة المهنية عند تسميد الارض كيمويا قبل زراعتها يعني طب انت هتعمله ازاي ده انا هقيمك عليه ازاي من خلال ملاحظتي ليك في ارتداء الملابس الواقية كمامتك الكاب بتاعك او الخزة بتاعتك علشان تقويك من اشعة الشمس او من اي صدمات ايه للرأس والكزلك ايه بتاعك والكفازات ايه في اديك يبقى ديت انت هنا ايه بتطبق معايير الصحة والسلامة المهنية اذا انت هنا جدير ولا غير جدير اذا انت هنا ايه جدير عند ايه تطبقها طيب المعايير التاني يحدد انواع الاسمدة اللازمة حسب نوع المحصول انا لما قلتلك يحدد اذا مش هينفع لحظك فيه هتعمل ايه ففي الحالة ديت هتقدم دليل تساؤل ممكن يكون دليل تساؤل شفوي او دليل تساؤل ايه تحريري وهنعرف الادلة اللي المفروض تقدمها المعايير ديت مع بعض كمان شوي رقم ثلاثة يحسب كميات الاسمدة المختلفة وفقا لنوع الارض والمحصول حساب وتحديد دليل تساؤل وليس ايه ملاحظة هتحسبها ازاي يضيف اسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات يضيف شغل بالايد هتشتغل بايدك يعني اقدر لحظك يبقى هنا هقايمك عن طريق بطاقة ايه ملاحظة خمسة يضيف اسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوب في الوقت ايه المناسب هنا تضيف يبقى كده هقدر لحظك هقيمك بطاقة ايه ملاحظة يستخدم يستخدم الات التسميت حسب نوع السمات بطريقة سليمة ايه وامنة هنا برضو ايه ملاحظة طيب ادلة التعلم ايه هي ادلة التعلم اللي هي الحاجات اللي انا هقيمك ايه بيها المطلوب منك يلزم لتقييم هذا المخرج تقديم ادلة التعلم رقم واحد يلزم تقديم دليل اداء في صورة بطاقة ملاحظة للمعايير رقم كام بقى اربع واحد واربع وخمسة وستة والمعايير التانية دليل ايه تساؤل طيب اتنين يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اختبار شفائي للمعايير رقم اتنين ايه وتلاتة تلاتة يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اختبار تحريري مجمع للمخرجين للوحدة ككل للتأكيد على اجتيازك ايه للجدارة دي بعد ايه التقييم بالملاحظة والاسئلة ايه الشفائية يبقى احنا كده في مخرج التعلم رقم اتنين من واحد التسميد الارض او يسمد الارض بالاسميد ايه الكيموي المخرج ده زي ما اتفقنا لست معايير عرفنا ايه هو السماد عرفنا انواعه طريقة اضافته شفنا فيديو وضح لنا الانواع شفنا عرض نظر قدامنا كده جبنا نموزاجين ليوريا 46 وصوبر فوسفاتي الكالسيوم 15% فو 2005 كده عرفنا معايير الاداء اللي انت هتقيم ايه عليها وعرفنا ايه هو المطلوب منك من ادلة التعلم انك انت تقدمها في ملف الانجاز بتاعك اللي هي اتأكد على اجتيازك ايه الجدارة لقدر الله اذا اخفقت في معيار او اخفقت في مخرج او اخفقت في واحدة بيتم اعادك في تقييم الواحدة بعدها باسبوع بتتقيم مرة تانية بعدها بكام باسبوع انت لك 3 فرص فرصتين بين كل واحدة والتانية اسبوع والتالتة بتدفع لها رسوم حسب الرسوم المقررة اللي بتكررها لك وزارة التربية ايه والتعليم لتأكيدك على اجتياز ايه الجدارة يعني احنا كده في الجدارات مش هنسيبك هنعلمك هتطلع متعلم شغال يعني شغال هتطلع فني فني انتاج محاصيل الحق تكون طالب جدير باسم الفني واسم الشغلان اللي انت هتشتغلها او المهنة اللي انت هتشتغلها وتكون صالح ووفاء ومفيد لبلدك والوطنك وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة